زون ميكس قلت إظهار لي ولد الدار قبليك أمستن سجي مع وسيم اليوم بدأت الكسكت تم حضور عندي ديما مع وسيم بالعربي في إكس برسو أصباح مش نحكيه في الموضوع الاقتصادية اليوم مش نحكيه في الموضوع آخر كذلك مجود معنا سيد محسن الماطري قبليك قلت العضو الجيمعي ما عادت عضو جيمعي؟ من 2016 ما عودتش دخلت في المكتب الجيمعي لكن قعدت قريب وذلك اللي خلا معنا بيش اقتراح حاليا معنا خطة مدير المنتخب قبلت بطبيعة الحال بيش كان مولد الهون دونك شبابة في خدمة لكيب ناشونال خدمة تونس عايشكو نحنا كما قلت إكس برسو نحنا مانا ريكو لثماء من إكس برسو سي حاكم برحمودة الإكس منيس وسي عبدالقادر بودريقا ليهما توا موجودين واحد رئيس شرفي واحد كوردينتور جنرال موجودين في الكميتي دوغانيزاشن بتاع تونس زمين لو صديقنا وليد العوجي المكلف بالإعلام في البطولة هذي وكذلك المكلف بالإعلام في الجامعة التونسية اللي يكورد القدم ونحقيوه شخصيا ذهلي عمل كبير قاعد يخدم فيه الويميل ويت وصلنا ذهلي ما تفهم تعصبه احنا متر قدش خوية ولا شنو؟ احنا في خدمة سامر عبيك سلام لكل سيد المستمعين احنا في خدمة كل اليد وفي خدمة العالميين هذه خدمتنا وذكا واجبنا معانا لحتى تمزيل اتك صحة سي وليد مرحبا بكم من سكل دونك نحكيوه على حدف مهم كما قلت تنظيم تونس للبطولة هذي من بعاكس الحكيمة والحاجة الساعة ايش معناها رئيس شرفي؟ والله هي فكرة سعنا شرف ليه بش نكون انه الوخيان سيد مراد المستيري والوخيان عضاء المكتب الجامعي المكتب فيدرالي الجامعة كورتليد معناها استدعون بش نكون رئيس شرفي يعني رئيس الهيئة اللجنة الشرفية لدعم البطولة الافريقية وانا بتبعت الحال منيش غريب على الهند وان كان يعني ملعبش كما الوخيان الكل في مستويات كبيرة لكن مع غرام الصغرى والتوى بالهند اللجنة الشرفية هذي كيف حبيناها احنا اليوم وقوع التقديم حبينا انه رياضة كما رياضة كورتليد وثم رياضة عندها قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة برشا وفي نفس الوقت حدث هام اللي حكيت عليه اسلام يعني البطولة الافريقية الجاية حدث كبير وحدث هام فكان المقترح متع تكوين هيئة شرفية اللي الهدف متاحها يعني هو دعم لجنة التنظيم ودعم بطبيعة الحال مكتب الجامع ولجنة التنظيم من أجل نجاحات هي التظاهرة بشيكون دعم على عديد المستويات يعني دعم بطبيعة الحال من ناحية التنظيمية دعم هيك في خروج اعلامي بش انه يعني البطولة هذية تكون بطولة ناشحة مش تنظيميا فقط بل جماهيريا وكذلك يعني دعم مالي من خلال معناها الاتصال يعني وداعمين ولا رعين سميوها يعني للبطولة هذية وان شاء الله بعض البطولة هذية يعني يبقوا في رياضة كورت اليد يعني هي بصراحة انا حكيت اليوم في مدوى صحفية اسلام يعني مفارقة كبيرة احنا عنا رياضة كيما رياضة كورت اليد واللي تقريبا يعني احنا بلادنا يعني سين واحدة متاع الهند لكن يعني مثلا ماش دعم احنا 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 في احسن ظروفنا في كورة اليد في تونس لكن فريق العاشر يعني في المرتبة العاشرة على مستوى عالمي يعني مفارقة كبيرة انه يعني الرياضة هذية اللي فتحتنا ابواب العالمية ما تلقاش الدعم الطبيعي اللي يلزم تلقاها في وقت اللي يزم تلقاها من عند المؤسسات الاقتصادية ومن عند المؤسسات وانا كيما قلت لهم اليوم وكيما قلنا مع مكتب الجامعي يعني امكانيات الدولة محدودة امكانيات الدولة محدودة وانا جو سيبين بلاسيب لصابوار دونك في اللي ترى هذا يلزم يعني قدر الامكان الكورة اليد تنفتح على الرعين تنفتح على المؤسسات الاقتصادية وكذلك المؤسسات الاقتصادية تهتم برياضة اللي يعني ما قال مراد المستيري اليوم قال احنا كننظموا بطول تفريقيا يعني ما ننظموهاش للحسن التنظيم يعني ننظموهاش نربحوه هذا اقل الحاجة كننشيوه في الكاس العالم يعني بسيلو بروميتور كيما الرياضات الاخرى معناها تحارب عليها منذ سنوات يعني بسيلو بروميتور الدورة الاول بالنسبة الكورة اليدة كافي محصول الحاصل يعني ما فيش نقاش نتايجها امكانيات كبيرة انا شفته مثلاً المواندو ديسات وجونيور معناها دوجوار معناها اكسترا اوغدينير اللي ينجم بشوية دعم مالي ينجم يخلي بلادنا تتبوق مكانة عالمية انا قلت يلزم يلزم الهدف متع كورة اليدة لخارجين يعني ما هوش هدف بعيد علينا الحاجة الهامة هو الدعم المالي انا نحكيه نقارنه مثلاً في النتائج لتحقتها منتخبات الشبان متاع مصر متاع تونس يعني انا نعرف مثلاً انه منتخب لهز كوب ديوموند متاع الكادي يعني منتخب عنده تقريباً ستة شهر يعني البرة في استاجات وفي واحدة هذي امكانيات للأسف يعني منتخبات الشبان متاعنا ما عندهش ام ارتخل في صلبة موضوع ديرك سيحكيم باي زيد نتلك شنو حضرت اللجنة واللجنة هذي الانجاح البطولة والله اشوف ثم جانبين ثم اراو عمل احنا اليوم الندوة الصحفية مهيش ندوة من الندوة الصحفية هذيه مهيش مهيش انطلاق العمل العمل البداه براتيكمان من من شر احسن نقوله من شر افريل معناها من شر افريل تكوين اللجان الاختيار واللي جانب دات تخدم على رواحها معناها يعني في عديد الاشياء اللجنة نحكي على اللجنة التنظيمية اللجنة التنظيمية انطلق العمل فيها يعني من مدة وان كان الاعلان تم عليها اليوم ليه كما قال سيموراد المستيري اليوم يعني انا باتخو فيلو ماما من اخر اوت من مي اوت لليومة انا باتخو فيلو ماما معناها بخو بيس بشنا نعلنوا على المسابة هذه بعطي برانو انتخابات والناس مهتمة والناس مشاغلة ياسر يعني بالمسائل السياسية دونك اليوم ما قينا فجوة باش عملنا لكن العمل اللي بداه عمل كبير اه بالنحي بالنحي بالنسبة للجنة متاعنا الهيئة الشرفية اللي فيها بعض الشخصيات سياسية كيما لكن مستقلة يعني ما هيش متحزمة تعرف باي سياح حكيم احنا في وقت حملة انتخابية اي اه اكيد ما باش نتجنب لشها السياس ماذا بيا ما نسميش حالة شخصيات سياسية نتجاوزوها النقطة هنا قلنا معناها المجموعة للناس اللي يرعاوا في التظاهر هذه أكثر وهما الحاجة الهامة أنه نسبة فيها متبيرة منتع رعيين جديد قاعدين من خلال البطولة يكتشفوا يعني كورة اليد وأهميتها وثم معناها نتمنوا أن يوليوا معناها رعيين كيف شقولوا رسمين على مدى طويل وبالنسبة للجنة التنظيمية ممكن لخيان يحكيوا أكثر عليها خاطر بداية زادة كيف كيف العمل على قدم مواساق براتيكما على بارتير دو موى دو من رمضان بدأ العمل على قدم مواساق يعني إحنا يحكيوا لك لخيان معناها حتى au niveau de l'organisation c'est quelque chose de nouveau يعني number de participat d'équipe يعني أقوى أكبر عدد أول مرة معناها 16 فريق بشيشيركو أربعة وستة مجموعات أربعة مجموعات donc معناها c'est une en term logistique معناها c'est une opération معناها 3 بقى في كل هذا كما قلت أنت إسلام ما ننساوش الهدف الأساسي والرئيسي هو دا كوردو التنظيم النجاح التنظيمي هام النجاح الجماعي يزالي كيف كيف هام بالنسبة للتظاهر هذه لكن أنا بالنسبة لي المسألة الأساسية منحبوش نحط بريسيون أكثر من لازم على الملاعبية وعلى الفريق لكن هذا احنا عنا عشرة سنين نحاولو مش ننظمو كأس الافريقية اللي جي قبل الجيو اللي مرشحة لجيو تعرف عنا ثمانية سنين ولا عشرة سنين ومنجحناش بش ناخذوها هذه توفرستنا اخذيناها لأنه هذه يلزم نستغلوها ويلزمنا إن شاء الله معناها يكون النجاح حتى الرياضي بالأحراز على اللقب اللي بشي يسمحنا كما قلت أنت إسلامش نمشيو نترشحو للعاب الأولمبية اللي غبنا عليها عنا مدة عمالت لأسيس ممتد خارفت يناس راس معصيم أحصل الماضي نحكيو عالفولي سبورتيف منتخبنا جاهز معناها البطولة هذه إن شاء الله شوف نحنا قبل ما نحكيو على المنتخب وجاهزية المنتخب معناها يجب نمتع من تعريش الضريف على حكاية الشامبيونة دافريك الخاتريون في الكونفيرنس دو بريس معناها يتجب العدد اللي نظمتوا تونس في الشامبيونة دافريكا دوما ونعتيك لدات اللي هي تنظمت عام 54 عشرة هكا لا لا اللي تنظموا في تونس إي عشرة عشرة هزينهم عشرة هزينهم أما لي نظمناهم في تونس هذي الخامسة معناها عنا 74 وعنا 81 وعنا الفموز 94 معناها اللي نظمناها اللي رجعنا بها للعالمية وقتها مشينا للمونديال بقى إزلاندا ولليوم ما خرجناش معناها من المونديال وقعدنا كلهم معناها إيشيانس موجودين معناها كتونس في كرة ليدو والمتاع 2006 لهزينها في تونس اللي جاد بعد المونديال 2005 مع النجاح التنظيمي الكبير متاع 2005 وإن شاء الله هذي 2020 للتاريخ رهو 2020 معناها أخذينا معناها أحقية التنظيم من 2016 من بطولة أفريقيا 2016 مشينا قدمنا للدوسي متاعنا في القاهرة كالي شرف معناها تقديم الدوسي ذا معناها حاجة نعودها لخاطر حاجة نعتز بها ندير حتى اللجوم متاع الفينفين أنا في شخصي مع مجموعة من الوليد مع مجموعة من صحابنا عملنا اللقوه هذي متاع 2020 معناها كانت عنا ما نقولش أنا الوقت الكيفي لكنت عنا ما كانت عنا المعلومة وكانت عنا الوقت باش النجموا نحضر ولكن الظروف معناها خليت اللي نوصلوا لأخر وقت معناها المنعرج الأخير باش نجموا اندزوا فيه على أساس تكون 2020 معناها لها نجاح تنظيمي الخاطر الفول ومناتقا Astacles الامبليكاسيون منتاع الأطراف ضمن عن الرئيس هو قال للسياسيين أن ديما نحب لنبدأ على السياسة وإن تكون خارج على السياسة نقول رجال الدولة نقول رجال الدولة نقول دي أو كادر معناها الناس معناها دي كمبتنس معناها دخلت في الكميتي معناها دي أوغنيزيشان وباش تعطي معناها أفكار جديدة يفوت دي زي دي معناها فخش باش تكون الشعار اللي اخترناها للبطول هذية عشرين عشرين معناه يكون اكسبسوني من شاء الله صبات تيتر اكسبسوني نرجع للقوة المنتخب يعني المنتخب المنتخب كيما التنظيم معناها ما بداش اليوم المنتخب زده ما بداش اليوم بتحضيرت متاع ونحنا اليوم يمكن في المنعرج الأخير معناها دريني غيرem لدي دغوات الخاتر بدات التحضيرات عندها مدة تعرف الي الاشكال الي الي موجود ديما بالنسبة للتحضيرات تجميع الملعبية تجميع الملعبية الخطر عندنا بكود بروفيسيوني معناها كيفوليو عليه ترانجا وهنا نحب ديما نذكر بالنسبة للعباد اللي تقول لك شبيكو ما تخدموشتو طولان دولاني ولا شباهها مثلاً مصر عند هالوقت باش تخدم اكثر منكم منتوم نقول نحنا باش نجمع معنى المجموعة كاملة معنى اللي نوايو دور معنى معنى نقول انترقومي دور اذا من غير ما ننقص معنى بطبيعة الحال معنى بممتاع الجوور لكو اكثريتو معنى هالي يفولو الاترانجي دونك باش نجمع مجمع مجمع مكان في اللي سومانيا شيف اللي هي قانونيا عندي الحق باش انا نستدعي الجوارات كي يفولو الاترانجي والجامعيات متاحهم معنى هالي سومانيا شيف بانا يتعدوا على اصابع اليد عنا ان سومان في افريل عنا ان سومان في جوان اللي نحنا استغلناها وعملنا بها الترنوان متاع الجوادلوب لكي جاتنا من عند دي 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 دينار ومشينا وشوفنا حتى زوز متشويت معنى خلاوا الاتار الفني بشيقف على بعض النقائس واللي نحنا قعدنا مبعد معناها نناقشوا فيهم بشي يتصلحوا باذن الله وعننا لسومانيا شيف متاع مواد اكتوبر اللي هي جاية طوا اللي هي من عشرين حتى السبوع عشرين واللي نحنا نظمنا فيها زوز مقابلات اا اا اودية مع اوكرانيا عليش اوكرانيا بالذيت اوكرانيا بالذيت ام شو نقول لك عليش لخاترنا لقينا اا اوكرانيا ليكيب معناها في الاوروب هي لا بلو دي سبونيبل جاتنا نحنا انفيتاسيون من عند سلوفيني حبينا مناج مناش نحنا نتنقلوا لخاتر دي جان نظمنا اللي حضرنا رويحنا على اساس بش تكون لسومانيا شيف في تونس لزوتر زيكيب معناها اوغوبيان لا مش اوغوبيان لا لا لزوتر زيكيب اوغوبيان الكل هم معناها الداخلين في البلايوف متاع لكاليفيكاتيف متاع الورو دونك صعيب بش تلقى في البريود متاع السومان هذيك صعيب بش تلقى زيكيب معنا اوغوبيان دي سبونيبل حتى ولو رك تبدأ من جانبي وانتي تستدعى لخاتنا نحنا بدينا بعثنا الاستدعوات للجميع نحن بعثناهم اباكتيغ من المواء فيفري نتذكر معنا وليد وقتها مواء فان فيفري بعثنا للناس الكل على اساس معنا بش ناخذوا فيدباك من عند الازيكيب اوغوبيان دونك جينا من عند سلوفيني هي استدعاتنا قلنا لها لان احنا نرجعو لك الاستدعاو جي بحذين حبينا نعملو انترنوا دو كات ناسيون كيما كانت العادة جارة العادة بش نعملو في السومان متاع اكتوبر انترنوا دو كات ناسيون ما حابتش الجي سلوفيني دونك اوكرانيا قبلت البعث تنق بالنق بالنها قبلنا الدعوة متاعها ساباتيت خانو دخو شاخش ديما مش مسألة متاع فلوس خاصة فيما يخص اليكيب ناسيونال سينيور وزادة فيما يخص التحذيرات متاع عشرين عشرين بش نعملو زموات شويت مع اوكرانيا ومبعد بش ندخلو في سيكل متاع ديبتي ميني ستاج في تونس يضمو للوكو بش تكون بعدد كبير من يولوكو معناها كل ستاج بش يكون فيه انتر سيز اي ديزويت جور وش نفسر لك عليش اسلام فغالي خاطر التغييرات اللي صارت التغييرات اللي صارت خليت كوننا نحنا يمكن ما نقولش فيه اريحية لكن عطاتنا لما بش نجمو نخدمو مع ذاكي لوكو بنوبر كبير نسيش قولهم لسي على التغييرات بش عبية تسلم على شو نحتي التغييرات اللي كانت شوف نحن كانت تعالي نعتيك حتى الستوريك البنك معناها البنك الفريق تكورة اليد فيه سبعة تيران وكان قبل فيه سبعة البنك معناها اربعتاش وهو من اللول كانت اثناش معناها سبعة البنك وخمسة في التيران وخمسة على البنك ومبعد ولا سبعة سبعة معناها سبعة في التيران وسبعة البنك اربعتاش بعد ولا ستاش معناها الفريق صور لفيدو ماتش ستاش اليوم التغييرات اللي خرجتها الفيدرارسيون انترنشونال ديونبال اليها شيف اللي بشتولي 18 عالبنك 18 عالبنك مع خمسة تغييرات معناه يكونوا عالم درج الخمسة يدخلو في الكمبيتيتون يزمك تحطهم انتي في الليست متاعك اللي تقدمها الليست اوفيسير في القائمة الموسعة اللي هي تتقدم الوفيسير خطر فما زوزانوين عنتق قائمة موسعة فما القائمة موسعة بتاعنا نحن متاع الفيدرارسيون اللي فيها تنظوي على 31 لعب وعن القائمة الموسعة اللي تتقدم مقبل لاجنها هاو عندي 23 جهور هاوهم هاو شنور مخرين يلزم الجامعة للاتحاد الفريقي ولا يلزمنا الرائس للاتحاد الفريقي نقول هاو 23 و 5 هاو 32 موسع الكبير خطر بكري هذي عال الى 28 هذي منهم هما هما قبل لاجنها لتختار اللي هما بشيكونوا 18 معها 5 بالخباب الموسع التغييرات من الزبع نستمر موضوع الموضوع و الموضوع باستخدام تجري وتصدق الأخير بعد حول الوضع 25 تسمبر حيث إقتراح من الجامعة المغربية لتشبه معنا دي ماتش أميكو في تونس درسنا معناها 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 لازمنا في النبو بتاع البطولة افريقيا لازمنا معناها جماعيات معناها بالكاتيجوري متاع المغرب مستوى مستوى افريقي ونخطر من بعد جزت من بعد قاعد نكمل لك في البروغرام ناكفي اللي ديتا ونكمل لك في البروغرام جزت من عطيم باللي كيب كاملة بش نحضره هكا بتعبيق في نبدأ من 25 نعود ونرجع من 25 ديسمبر باللي كيب كاملة نرجعوا باللي بروفيسيونيل اللي من 25 ديسمبر حتيك شيل 16 كيفا جماعات معناها معناها البداية ضربت البداية متاع بو طولة افريقيا تتخلى لها دو ماتش مشوية لاني جيتك مش نكمل لك البروغرام هذو ما دو ماتش من 25 لترنت هذي اللي فيه معناها الاستاج اللي في تونس بتجينا فيه المغرب شنعبوا فيه دو ماتش ومن بعد من من دي جنوي نمشيه لسويسرا نمشيه ليلوكاب اللي هو معناها قعدنا كل عام برتِيكمان شاركو فيه هذي ياه برحة مرات ليلوكاب مرا هذي اليلوكاب باليش نمشيه من له دو حتي للو سيس فيه سويسرا وفيه هولندا فيه تونس فيه سويسرا وفيه ااااااااااااااااااااااااااااااا ذا من ب Hans 24، لم هكذا لاتعبا بالنسبةалы سويس сколько معناها نحن نسبيخ بي خاطر ذلك. بي حكيت عن المنتخبات بش ننعبولهم. مش منتخب اللي نجم نقص وبيه مستوي منتخبنا معناه منتخب منتخبات البيهية معناه في الوروب ولا حتى في في افريقيا مثلا مصر ولا حاش. مش مشهور نحن يقول المغرب الخاطر ممكن المغرب في النووبين وبينها نحنا ما ما تقلق نش منجم مش نلاعبو لكم تزاير لكم تر مصر عليش الخاطر في بطولة افريقياригية هي بيدها معناها دول افريق قعد بين تونس مصر تونس تزاير زاير تغيب و تحضر يمكن اخر مره هزا تلفين واربعتاش تحيبو تاغن لكن قاعد ديما الماتش معناها اللي يفصل التيتر معناه افريكا قاعد ديما بين مصر وتونس معناه ما نجموش البقية بالنسبة لافريقيا معناها البقية للدول بالنسبة لافريقيا ساودية ما عندهمش هما ليمويا بش يكونوا اه يجيوا يحضروك ولا نحنا نمشي وش نلعبو على ماتش بركة معناها بالنسبة لبطولة افريقيا قدونا نخمو في رواحنا نحنا نحضرو نحنا رواحنا بالماتش وتذوما نتصور اللي عنا انتخسيس سات ماتش قبل بطولة افريقيا نتصور كيفين خاطر هذي كي ما حكي قبليك المدرب الوطني حكي عمور خذيرا قال لي راهو المونديال ما هوش كيما الشامبيونة دافريك لابريباراتيون ما نقولش الديفير مي لنيفو الديفير دونك لنيفو الديفير دونك نحنا حاشتنا بش نكونوا لجوخ جيلي هو نتصور معناها نقوله من طوي بطبيعة الحال نظر اللي طموحاتنا هي معناها الفوز باللقب هو تأهل لتوكيو عشرين عشرين مجموع لجموع وقال نجب لاش نلقاوا منتخب معناها نقيسوا بيه مستوانا خير منتخبات هذو مني ساميتهم معناها سيتدير معنا المنتخبات اللي ما نتصورش معناها تقولون دي منتخبات خير من مصر معناها اللي هما في قيمة مصر نتصورنا منتخب بكرانيا منتخب هولندا منتخب سويسرا أقل، أقل شوية شوف مش أقل من المصر، أنت بتغزرش للمونديال معني المونديال ممكن قاعد تغزر خاطر فيو اللي مصر وين وصلت في المونديال لكن نحن راهو اللي كينقيسوا مع مصر ما نقيسوش بالنفو معنا النفو منديال حتى كينقيسوا مع مصر في الأفريق راهوسا ديفير في الأفريق راي تختلف في بلادك راي تختلف كيما اختلفت عنا معهم هما في 2016 وقت اللي لعبنا في بلادهم كنا خير منهم لكن ما فزناش بالأقب الظروف معناها خدمة باش نكمل الظروف خدمة باش كونوا مصر حتى بفريق أقل منا وفي في في 2018 في القابن وقت اللي نحن مشينا أوتسايدور مشينا أوتسايدور ما مشيناش فووري نجمنا ربحنا لقرون ديكيب تقول عليها لعبات توا مصر ونتصور اللي نحن مش نكونوا عنا عامل الميدان والجمهور ماذا تقيقة قبل الأخبار والديل شنو حبيت تضيف أنا حبيت نقول سليم بتجربتي مانيش تقني ومانيش لعب سيبق كيما محصر أنا ما عاشت برشع في اليكيب ناسونال وجي فيكيو دي سيكل دو بريبارسيون مش كيما نحضر البطولة تفريقية كيما نحضر بطولة العالم بطولة تفريقية تلعب الماتش اللول في الكان سي وقت دخل في الكانرى الماتش اللوليني في الكان اللي تخوى ماتش تعال بخيميتو صحيحة مع منتخبات تفريقية كامرون نيجيريا كونغو كذي هم اللي بالحق دخلوك في الكان تدريجيا حتى لين ما توصل للفينال كيما تلقى النفوم تاعك بقدرة ربي حاضرين لجوغ جيب تكساحة بشنو أصول نحكيه معك أنتي بالذات ويد على الجانب العالمي بعد شوية بعد الأخبار مع زمانيتنا أسمى المادة بتلتحق بينا أسمى شعالنا أخبار مرحبا بك أسلام وكافة ضيوفك عنا في الأخبار محكمة إدارية تكشف موعد الإعلار عن تائج النزاعات الانتخابية الخاصة بدور الأول نعم 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 بعدما نتنتونا وستنينكم هانجينكم مع أبطال الدجتال أقوى موسيكا إنساموكم بالأخبار ولساسوس إنودوكم وعاش الكادوات إنربحوكم جونيور شو كل سبتوحد من السبع للتسامة اللي الأخبار مستمعين في كل مكان مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري ينتهي يوم الثاني ثلاثين من سبتمبر الجاري مسار التقاضي بخصوص نزاع النتائج الأولية للانتخابة الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى بصدور الأحكام المتعلقة بمطالب الاستئناف الخمسة التي سجلتها المحكمة الإدارية بعد تعيين جلسة للتصريح بكافة الأحكام في هذا التاريخ وفق تأكيد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة عماد الغابري كما أوضح عماد الغابري أن الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية عقدت اليوم جلسة مرافعة بخصوص مطالب استئناف أحكام الطعون الخمسة التي تقدم بها كل من المترشحين حاتم بولابيار والنجي جلولة ويوسف الشاهد واسليم الرياح وسيف الدين مخلوف بحضور المحامين الممثلين لكافة أطراف النزاع الانتخابي وزارة الداخلية تؤكد أن الوثيقة المنسوبة للمؤسسة الأمنية والتي تم تدولها بمواقع تواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة والتي تضمنت معلومات تؤكد علم المؤسسة الأمنية بعملية باردو الإرهابية التي جدت في مارس لسنة 15 و2000 قبل وقوعها مفتعلة ولا وجود لها إداريا وقانونيا الناطق باسم الوزارة خالد الحيوني يتحدث لكس بخسفهم الوثيقة مفتعلة ولا وجود لها من الناحية الإدارية أو من الناحية القانونية وهذه بكله يرجع للاعتبارات التالي أول حاجة من حيث الشكل في تاريخ 8 مارس اللي هو تاريخ المدون في الوثيقة هذه اللي قاعدة معناها الموجودة على الشبكات التواصل الاجتماعي خطة مدير عام للأمن الوطني مهيش موجودة باعتباره أنه من 3 مارس 2015 معناها 5 يام قبل الوثيقة هذه تم تعيين كاتب دولة لشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطن الحاجة الثانية من حيث الشكل وإمضاء الموجودة في الوثيقة هذه اللي تم نشرها واللي هي منسوبة لأحد المديرين العامين للأمن العمومي المدير العام للأمن العمومي اللي تم معناها نسبة الأمضاء له من خلال الوثيقة ما كانش مباشر للخطة هذه في التاريخ الوثيقة اللي هو تاريخ 8 مارس تعيينه كان بتاريخ شهر ديسمبر 2015 ثم نقطة ثالثة عدد التضمين اللي موجود في الوثيقة المزعومة يتعلق بمواضيع أخرى ما عنده حتى علقة كشف المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي إدريس السايح أن الوزارة اقترحت على ممثلين قابة إجابة تخلي عن قرار الإيقاف عن العمل الذي طال عددا من الأساتذة الجميعين لكن دون إيقاف مسار الإجراءات التأديبية الذي يتجاوزها ووفق السايحي فقد رفض ممثلو إجابة المقترحة وطالبوا بإيقاف كل الإجراءات التأديبية الذي يتجاوز الوزارة باعتبار أن الجهات التي قدمت شكاو ضد الأساتذة الجميعين لم تسقط حقها في تتبعهم إداريا في الشأن الدولي رئاسة الفرنسية تعلن أن نحو ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات أكدوا حضورهم مراسمة الشيع رئيس الفرنسية راحل جاكشراك في باريز المقلرة يوم الاثنين المفوضية العلية لشؤون اللاجئين تعلن غرق قارب يحمل نحو خمسين شخصا في البحر المتوسط قبلة السواحل الليبية نهاية الموعد الإخباري كانت معكم أسمن مدف إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر 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 بعد ما حكينا على التنظيم حكينا كذلك على المنتخبات الانتونس بجيلو نحكيو بعد شوية بكثير تفاصيل لكن نجيو للجانب الاعلامي عديد الاعلاميين وليد بشيكونوا حاضرين شنو حذرتو كلجنة الاعلامية في البطولة هيك والله اول حاجة سليم كشوفت قوانين جديدة قاعدة تخرج في الهند وبرش عبيد تعلق على الهند وقاعدة تعمل فيه غلاط اول حاجة ساعبش نستغلو وجود المنتخب في تاربوس مش نعملو بقدر تربيون جورني دو فورمسيون للإعلاميين المختصين سوديزون اللي علقوا ديما على هندبال في الإذاعات وفي التلفز باش ساعة تصير عندو الميزة جور على القوانين الجديدة كو السواف التحكيم والأمور الفنية اللي كان يحكي عليها سيمو حسن توقف مش عاملات فكاية عاملت قبل بها اللي عملها كريشين ومخلوف قبل بطولة العالم 2015 وقته وكانت جورنية ناشحة وعطاتي فيه مبعد في المونديال شوفنا وقته برش صحفين مش عامل قطر مبعد بسير خدمة تعرف ما احنا عنا دفولي عنا الو كونتاكت مع الميديا وعنا الو كونتاكت جورن بيبليك مع الجمهور بش ينبيعوا اليفنمون مع المستشعرين مع اللجنة الماركتينج باش اليفنمون يوصل معنات انتي كما قال سي حاكيم وكما قال سي موراد سباح الابجكتيف بخنسبال نهارة ساستة عشرين جان في تونس تقول بطولة فريق والفونتاج الذية اللي عندك كان ذي تلعب في تونس يعني بقدرة ربي رادس تزخ مستاش نلف باش توصل المساج اللي كان زميل لذوكم يعرفوا كون وفم شمبينات افريقا تتلعب في تونس يلزموا ميكونوا السالة سالة رادس يعني عبية مع تغياء اكبر خدمة مع الجمهور دون دو دو صار تقبل نجاحات كبيرة في كورة ليد تونسية ومقاعش استغليلها كيما النجاح متع الفين وخمسة متع المونديال بعد هو وقت المونديال الكورة ليد بصيف عام مخذيت اشعاع لكن اطفال اشعاع هذيك ما تمش استثماره على المستوى الجمهيري على المستوى الاتصال والاستشار كستيرا كستيرا باش تصير خدمة بخدرة ربي كبيرة برشة على المستوى ذي متع اشعاع و البروموسيون دي هونتبال اترافير كومنتوما كوسيل العلم واترافير لمايان دو كومنيكاسيون اللي مش عارفوهم تاول فيسبوك لانستجرام لا وين فما الشباب وين فما الصغار وين فما بش نمشي يقولوا بخدرة ربي باش يكون الهدف متاعنا في نقول واحنا بيعان الكانة دي بش نبيعوا واحنا الكانة بش نواسطوا المعلم الخدمة الاخرى مع الاعلاميين مباشرة بش تكون فما اتصال مباشر مع الوسائل العلم بش نكونوا بريعتنا دي ما حاضرين نحنا كالجنة كاعضاء لجنة ولا كرؤساء نتعليجين على ذمة البلاتويت وعلى ذمة العلميين في الحوارات نعطيوكم دي ما نقول واحنا المعلومة اللي محينا هاو وين وصلنا هاو وين بش نفير ذا وليد بش يكونوا فما تكونوا معاك معنا في القاعات فما تكون مسؤولة علامة ونحنا حكا حاضرين معنا حدو تحيظوا مازالوا بش نفير ذا وليد بش يشارج مطلوب اليوم من الاتحاد الدولي اللي كرتليد دا لخاطر هو بش يشرف بدرجة معناتها مباشرة على الموسيب قضية باعتبارها مرشحة للالعاب الولمبية دونك فما لزول ميكس لكونفيرنس دا بريماتش سليم كيمان عادة كيمان عادة معاك كيمان مشيت معانا قبل البطوة لعانا بطوة تفريق بتعرف بش بش كون فما عبيد معاك كل سوا بش ناخدوا بقودة ربي طلبة متخاصين في الرياضة من معاك الصحافة بش يعاولونا فما زملاء عالميين زي دا قبلوا ومشكورين برشا بش يكونوا معانا في اللجنة كذلك فريق بش يخدم على الامور الويب وعلى الموقع الويب اللي بش نعملوه سبيسيال موه للكوب دا فريق كذية هذا هو قدرة ربي لجورجي نبدأوا حاضرين للخطة أما وليد من كامل معاك نجبت على البروموسيون تعالى هون تقبلك في الندوة الصحفية جبلت نقطة مهمة انو البطولة تونسية ما هيش معاتها ما هيش قاعدة لعبات تشاهد فيها في الترازل هنا مشكلة كبيرة ذا هالي بانك بش تطور كورة الياد في تونس سامح لي انت سليم بخريف الفوت قاعد شوف رياضة اخرى في التلفزة اليوم صحيح مشكلة اي مشكلة خاطر اليوم انا نقولها ونعودها انا بصراحة شد لحصة من الوسط نلوم عالجامعة ونلوم عالتلمسي تلفز هذه كلمة ايامتها يلزم اليوم الناس تفهم خليني نقول السياسيين لحكومة يا اخوي متاعنا تفهم اللي رأوا العلم العمومي اليوم تح قدم طار في العالم يا ونشوفوا اليوم افهم الأردن الرياضي العراقي الرياضي الليبي الرياضي الجزائري الرياضي الى ما تيه بش يقعد التلفزة العمومية امتاعنا ما عنديش قاناة مختصة في الرياضي رأي قاناة مختصة في الرياضي تحل البرشة مش هيك نقول لي اخوي نهار الجمعة نعرفوها جورني تالهوند با نهار الخميس الباسكيت نهار السبت ولا حد اخوي نعطيوهم الويكاند الفوت مش مشكلة تمتعو فيه كما يحب فهمتني ما حصصت الرياضية اللي تنهض بالمخصصة تكون للهوند ولا للباسكيت ولا للرياضات حتى الرياضات الفردية بخدرت ربي يتحل لشكل ذلك اليوم امال الرزموا عنا مشكلة معاتا اكتشوف ليزي معناتها على مستوي البرمجة زيد التلفزة معاتا اخونا نسلميج رئيس مصلحة الرياضة معاتا يقول لك اخويا ما عنديش لا كار لا عندي لمويامات ماذا بش تعمل فهمتني جيت له متعظر حقيقة اذي هو وقعنا اليوم الكلام يلزم يتقال الكلمة اللي يلزم يتقال والنس كل حاشم هاني قلته لك سلي واضح اماني قتل عايش لا تعملش قناة ديوست نمشي للبانكة كان اخرج نجيب شوية فلوس نعمل قناة ونجي والاسلام بعث القناة باي السيح حكيم نحكي شوية على وليدي حكي شوية بوع الحضور الجماهيري شنو حضرت من اللجنة التنظيم للحضور الجماهيري سيرتو القاعات بش تكون في رادس الحمامات هي هكا القاعات هو بشوف هي ثم هو كان معناه كنا نتمنعه كنا نتمنعه معناه من اجل شعاع الهوند يعني كيما وخمسة كوبليمان تعافين وخمسة تكون في اكثر قاعات لكن تعرف الظروف الامنية اللي تمر بها البلاد تخلينا معناه غدوي معناه لسيت ثم سيت هو سيت هو كل الفرق شقعة تجميحة في الحمامات يعني الناس كل كل الفرق ولجنة التنظيمة بشقعة تجميحة في الحمامات ثم سير سيت اللي هو رادس يعني المقابلة الكبرى وبعد ثم سيت اخر اللي يشبش يكون قريب سواء نابل سيسماء الحمامات يعني سيت اقرب سيت للمكان لكن المباريات الكبيرة والمباريات اللي بشي تحول لها جمهور كبيرة بشكوناك تلافين اللي زون توانموه اوه يمش تكون في الزون نحن نحن نزيد نعطي اكثر معناه لدي بلدتالي على حكاية الهل سيت دو كمتيشين دي ما راوا مربوط بالاساس معناه نقول بالاساس انترقومي راوا مربوط بالسيت دي برجمان خاتر خاتريزي ما تكون قريبا معناه كون نجمو نحن نعملو في تونس معناه كون نجمو نحن نعملو في تونس تعرف اللي اليوم معناه لجستيون متاع لبرجمان اي سورتو معناه الفلوس متاع لبرجمان حق لبرجمان كل جماعية جي تدفع معناه حق لبرجمان بخ بخصون بخ جوخ عنده فيه باي للكنفيدراتيون افريكين والبلد المنظم عنده فيه باي يزمك الباي اللي عنده فيه البلد المنظم يلزم ما يخرج خسر نعملو نقربو لسيت دبيتوت نقربو سيت دي برجمان لسيت دو كمبيتيسيون اي دانتخينمان معناه نقولو نحن البلايس اللي فيهو عديد السالات اللي هوما قراب هوما حمامات نابل بنيخيار هذوما موجودين في بيريمتر صغير موجودين في بيريمتر صغير معا كونو في البريود متاع جونجوي معناه لسيت دي برجمان كي يكون في الحمامات يكون ارفق حتى من ناحية الكلفة على البلد المنظم وتكون لكيكا ما تخرش معناها تنظيم خاتنحبوه تنظيم معناه رابح تنظيميا معناه تكون فما بهرش في التنظيم رابح رياضيا وزادة معناه تفرقش الكاسر موازنة مالية موازنة مالية هذه الخمسة بشكل مهم بشكل مهم اخترنا بشتكون في الحمامات وتعرف حب الكابان كله بسيفة عامة حب الكابان ليكورة ليد بشيصير قانون جومان كبير بالنسبة للسيت دي كمبيتشان ليهو الحمامات ويقعد بطبيعة الحال السيت متاع رادس الي هو بشي هز معناه اكثر عدد ونتصور المباريات المهمة بشتكون في رادس من المباريات معناها في اللا نقولوا نحنا سوغون دو غري بش يصيروا في الحمامات مقابلات المنتخب الكل في رادس المنتخب نحنا في رادس على الخاطر نحنا نحبوا كل مباراة وكأن نحبوا كل مباراة بلايس سؤال سؤال هنا الحقيقة مستويه سرتوه في المقابلات الهونين نقبل النصف نهائي ونهائي المنتخب التونسي مستويه متوسط نقول بش ما قولوش ضعيف هذي متشوفش ما يشجعش الجمهور بش يجيخوز منو كانش لو كانت تكون في البلدان مثلا الساحة المكنين تبولبة منزل تميم بني خيار حمامات مش كون حضور جميل يكون اكثر هاني بش نرجع بيك للنقطة اللولانية اللي ذكرتها انا اسليم والهي نقطة تقديم الملف وقت اللي انتي تقدم الملف متاعك تقدم معناه بلوزير سيت دو كمبيتشون تقدم معنا تعتي اوش عندك انفرستركتور هام لسيت دو كمبيتشون قدمنا نحنا لسيت دو كمبيتشون في السحل وقدمنا لسيت دو كمبيتشون مش هتحد معناه ميد غشب ميقولك جديماش بيكم في الحمامات حتينا سفيقس حتينا سوسة حتينا موصوصة معنا كي قولنا سيد كمبيتشون سوسة معناه نقصد له الساحل بما فيه حمام سوسة بما فيه المستيري اللي فيها سالة معناها ما شاء الله بما فيها تبولبة بما فيها المكنين بجمهوره ان شاء الله نتمنى لها الصالة جديدة معنا تحضر دون لبلي بريف ديلي بالنسبة للمكنين اللي تقعد ديما مع المادرسة كبيرة وعارقة في تاكوين مانا لعب بكورتلياد دونك لسيت دو كمبيتشون في الخطر لك انت تقدم تقول هاو عندي المطارات وين هم عندي لسيت دو كمبيتشون سالة وين ومبعدك هي الفاليد معناه دي موم كالنوزاف فاليدي معناه دو سيت اللي هما تونس فيه قبة ورادس والكابان بشيكون سيت دي برجمان وفيه معناه اللي يكون انسيت دانترينمان خاطر فيه عديد سالة لجور اللي هي وقت اللي النوزاف فاليدي ليسيت هذو ما وقع الاختيار بشيكون ماتشويت تا تونس في رادس وبقية معناه التدريبات ولا الماتشويت اللي هما أقل نحنا سوغان زون بشيكونوا في في الحمامات بالنسبة نرجع لك نقطة الجمهور نحنا بش نعملو نوع من بطولة إفريقيا اللي تكون معناها أكسيه أكثر منو على التنظيم التقليدي نحبوا معناه اليوم لا غينوفاسيون ولا كي ما حكيها سعاب القادر بودريقة اليوم معناه عطافيها بكو دو دي تايزم تكون أكسيه فيغ ليجون يزم اليوم جيب النوفو ببليك يوم جيب النوفو ببليك لخاتر شوف كل ما تعمل une على المنتخبات الافريقية. ما اقوى ما اتقول انت. باش نشوف باش تكون اكثر شوفوا اكثر منو هندبال. الهندبال خاصة في الماتشوات اللي حكيت على ما انت اللي ما فهمش معناها نيفو كبير. باش يكون معناها جواندغ لوتير على قرابل. معناها جواندغ لكمبيتسيون هندبال وتو نستلعب ونحب السالة. نسترجع ذكريتنا الكبيرة متاع الفين وخمسة. وتكون فما ديز اكتيفتي انيكس اللي هي معناها معال للماتشوات كما لو انت بالسريت كما. والخاطر اليوم يزمنا نخلقه جمهور جديد للكورة. نرجع جس نقطة الاخيرة اسلام حكيته خطر قبيليك على على التلفزة وحكيته على الماتشوات وحكيته على الشامبينة انا اليوم نقول اللي معناها البوتولات متاعن اني با فاندابل معنا متتباعش. اليوم فما اللي انتي تحب تجيبهم حاشتوا بالنوتوريتي وحاشتوا بالفيزيبليتي ليهو مش قاعد يلقى فيها في الشامبينة متاعنا هذي دون دول مستوي صراحة معناها وخصة خاصة بغياب التلفزة. والحاجة النقطة المهمة اللي نحنا قاعد نعني وفيها. والله ما نوفقك شبارشان. با رابور اقبل الكيبيت اللي قولوا احنا سوى ديزان زغار قربوا للكلوب والاسبرانس والإيطوال. خطر فما حاجة مهمة. خطر فما الزادة اللي من الفين واثناش معناها الببليك ياتي صنكشوني معناها بالظروف اللي عاشتها البلاد الببليك ياتي صنكشوني. نذكر وقتها عشنا برشة سنوات ويكلو. وبعد ايك عشنا برشة سنوات بالببليك معناها المحلي. لو ما عادش فما اكل اكلون جومو كبير من عند الببليك مع غياب الاسبونسور للظروف. لنكن اقتصادية نجمي فسرها سيحمودة اكثر مني لامورة ذي. دونك ذيك عليش تلقى معناها تلمو بش. لسبرو وانا نتمنى لو كان التلفزة على حاس ما نقرأ في فيسبوك لو كان نتلفزة بشتعة تسعة مليار دوات للفوت لو كان تقسمها على الاسبور الاخرين اللي هما قاعدين يجيبوا في الترويت اليوم لو هندبال معناها اكثر دي سيبلين بلو تيتخي في في الاسبور كوليكتيف اليوم لو هندبال معناها عشرة النجمة عن النجمة على اصداراتنا مش حصداراتنا عشرة معناها عشرة بوتولة تفريقية اليوم من 94 مخرجنيش من المونديال موجودين من من خمسة وتسعين حتى الالفين والالفين وتسعتاش دانك اليوم يلفو غينوفي الببليك يلفو غينوفي لكومنيكاشن ترو في دوتر 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 مود دو كوميونيكي دو فراتيري لجان فيرسو سبور وان شاء الله تكون الفين وعشرين معناها عشرية جديدة فها فرحة كبيرة للشعب اللي استنى بالحق في فرحة من النوع هذي محصن اخر مرة لعبنا التكيو في بولوني دميل دميل سيز سيز ما لعبناش في فرسوفي في العاصم تابلول لعبنا بعيد في مدينة في دلمارك عمني ولكن لعبنا المونديال ملعبنش في كوبناك احنا مضابينا كان في تونس بلادنا عنا قاعات كما لنا نلقواهم في اوروبا تطابق الموسافيت مش تطابق الموسافيت خاط اليوم عندك انكي يتشارج دواغي باندغو نوغم دو دولي اشيف معنا اليوم في سالة المكنين متنجمش تحط كاميرا ما عندك شوية تعمل زون ميكس صراحة معنا اليوم مفارقة العجيبة هي كانت حل ديزيناسيون بتاع البطولة قاعات كما قاعات الجورجيني وقاعات الزواوي مهم مش متحصلين على الومولوغاسيون تاع الدولة التونسية باش تخلي الجماهير تحضر في المقابلات كورت اليد ونحكيو على بيوع شامبينات معنا الظروف صيبة باندانت الوغاسيون باندجي معاك الومولوغاسي حاكيم لجنة التنظيم عندها الفلوس الكافية باش تنظم بطولة فما دعم الدولة فما المستشهرين قاعدين قاعدين باللزم كيفاش بذب والله بالنسبة لأمور المالية هي ثم تبيعة الحال دعم الدولة ثم يعني كيفاش نقوله المستشهرين التقليديين بتاع كورت اليد اللي من ضمنهم شكون خرج ورجع لكن انا بصراحة معنا نشوف انو برشا والحاجة الثالثة اللي قاعدين حنا نحاول بش نجيبه مستشهرين يعني رعين سبونسور جديد وان شاء الله سبونسور معناه مش يجي يكتشف انا مقتنع بحاجة اللي يجي يكتشف كورت اليد انا اليوم اجبت معايا من اللي دي بخوبابل واحد مسيحة نسميه حتى تشجيع المهوم باش يعاونه كورت اليد والله شركات متاع شيميه سيش تقصولك مشهرين سيميف معناها جي حضر معايا كونفرانس دو بريس اليوم ديركتور جنرال معناه دان دان جروب ممكن نسان شخص عادي جدا يعني حتى الناس منتبهت لهش يعني خرج فرحان خرج فرحان يقول لي معناه سين بون امبيانس يزان لغ دات وان بلوس بالنسبة لي يقول لي سيبا كوتو معنا يقول لي قداش معنا هذي حكيت متين وثلاثمائة مليون تحكي فرحان يعني لبزوان بتاع مو اسأل عضو جامع قالوا ربي قداش تعطيكم شريك قالوا تالسان قالوا هذي هم سمين ها سبونسور معناها تحكي فرحان دونك شوف أنا يظهر لي يعني كورت ليد إلا جانب يعني إلا جانب لكي نحكي يعني يحكي عليه محسن وواليد معناها يعني دو point de vue sportif دو point de vue sportif بالنسبة للسبونسور يعني لغيجولتها سبورتي فانا نحكي مثلا مع السيسما حويج مش نعملوها مثلا تصويرها كل سبونسور يعمل تصويرها مع الكيب ناسيونال وتحط في الوحدة بتاعه ثم دوت راكسيون قتلوا مثلا كي ما متصير في روبا حويج عادية مثلا الاسبونسور هذا من قلنا اليوم السبونسور مثلا ينجم يستدع يستدع الميور كليان بتاعه كي ما تصير معنا في البرسة وفي المنعة عشنوة لينديزين دي ميور كليان بتاعه بشي تفرج عدمي فينال بتاع تونس ولا بشي تفرج عالفينال ينجم يستدع يعني واحدة دونور دونور مثلا المديرين العامين بتاعه يستدع عشرة خمسة عشر مدير عام بتاعه يعني يتولي يعني تخلق ثقافة جديدة وعلاقة جديدة بالوحد الحاجة الثانية اللي بالنسبة للسبونسور هام الى جانب النتائج الرياضية الاسبور الكورتلياد كورتلياد نضيفها يعني بالنسبة ل سبونسور ستخيز امبورتان يعني مثلا ماش فامتني دي سوبسون بتاع عشرين متشوات ولا يعني هذا اللي خرجتنا معاه قليون بلوس معناه قليون بلوس قلي نضيفة كورتلياد نضيفة يعني فيهاش مشاكل متاع سبان ومتاع فرق منع شنوة وشيراء الذمام والحكام يعني قلي مش برشا ايه مش برشا دا هو يقصد سبالي ماش دي فوتبول وانتركزين سبالي محلي يعني خط الحكاية هذو موجودة شوية ايه سبالي موجود دين برشا في الفوتبول لا هو يا اسلام يعني لا نعطيك أنا من البرة نعطيك من البرة واحنا احنا منزلت ميم وضرين منها برشا الله وعلا احنا احنا اسلام نحكيه لك يعني من البرة من البرة يعني من البرة يعني من البرة يعني منفش نظر المستشا premièrement سنس بور يغياليس دي ريزولتام معنا تريز امورتان نبو الدين دون للمج للمج ان يСو ميزن يأنسو ميزن ياني يعني ننو يننترو يسو ميزن يسو ميزن يسو ميزن اي دوزيان ان يقضيك نضيف يعني يعني ومثال ما حتى حاجة توا في تونس يعني 100% قال لخلق ايه بقى الامage لا percepcion بتاع العباد مثال مش ايه بقى ماشي ايه فيري بلاي موجود ويهو فيري بلاي موجود ويهو فيري بلاي موجود ومعنى سبور نظيف بالنسبة لصورة متاع مستشهر مستشهر ميحبش معنى في الرياضات الاخرى مغير ما نذكر الرياضات يعني اذا كان واحد يبدأ مستشهر مهوش معنى مغروم ويحط في فلوس وان ديبي يعني مثلا ماش عندك شناس تسب في الوسائل الجمعيات تاع الهند مثلا ماش يتاردوا فيهم مثلا ماش معنى اه الماش الماش الغست قمم الهجر ويماش ترديشنلا الداس دون قاند فاميه يعني يقول لك وما تتحكي معم جماعة الهند يقول لك احنا انا انا قاند فاميه اليوما في الوحدة CPU c'estим famille هو الرياضات واتهنية يعني انه عالقات فيها لا يهنش بنفس حدة عندما نعرف أنه مدينة ، ما هي نستفيدة هذين حتى ندخل العمل؟ بالضبط ، والله مدينة هو ، بخلافة الوطن التي يشتخدمها يوجد محصد معناه ، تم بمعاتل للسفاة الأفريكية ومدينة هو ، بخلافة الوطن يتحدث عن ، يدخل ايقدس ، قبل أن ناعمه ندخل؟ والله قدش ناجمون دخلو من عم جنوبة حتى انترفال بين قدش و قدش انا جو بانس كالكو معناها غلوبال دوغانيزازيان دينار نتصورو في حدود الخمسة مليون دينار نتصورو هكا معناهم يعني عفو ده قال الاخر عفو دوني سنزا وغفه معناها ده لشكون يمشيوا للجامعة لا اكثر اكثر اتهم لا لا ما تمشيش الجامعة اكثر اتهم شي يربحوا فيهم معناها الوطلال الترانسبور معناها كل اللي يرانتواعто الكتي و Award هكذا للجامعة هكذا الهدف أراه لتونس سين بلاس فورت أنا طلعت أنا نتفرج في الكورة ومامتان نتفرج في الفوتون نتفرج في الهند معناها سي تو veux يعني ثم دي ريجو معناها الهند في تونس ست سبب معناه دماث ست سبب بوبيل عندو جمهور وعندو جمهور كبير وعندو جمهور وعندو جمهور كبير وعندو نس نمشي على قابل المساور في الحيت في المكنين والزون في المهدية كيف كيف وهو كما قلنا نجاح جماهيري في المشاركة تم بعض الأفكار التي قدناها ذلك من فرو باسكيت سان بوخطان راهو تلاقح ذلك احنا جبنا واحد معنا في الكميتي دون نور اذا كان ان دي واحدة من الافروباسكت الولى والثاني. واف. في اثنين. مثلا حكاية هذه التوت لسمان متاع وطولي دي جور متاع الواحدة. لزيفن مانيكس. لزيفن مانيكس وبرتكولير مان في شرح ببورقيبا. معناها قلنا اولا دو ستات بس الناس تلعب. ولا تصغار يمجيوا يلعب. والهند. الهندبال ستريت. الهندبال ستريت اتساتي رابش الناس تعرفها اكثر. لكن يبقي كما قلنا اليوم ما ما نحبوش شو. انا جنرالifer ما بوحواايج كيفاشيو. انا سيبرستيفي ياسر كما الكوارجية واكما. نحن حاجة نحب لوصلها نحن نحكي عليها برش. اما نحكي على حاجة واحدة. انو هذا يلزم. يعني بالجمهور ولصحافة وấyالتعب اللعبين? و بالإدار الفني. البطولة هذي محسن. إن شاء الله، ما عاش عنا ورشة وقت حم نحكي شوية على المنتخب معاك سيموحسن ظهال المدرب جيرونا يدرب في نادي شارتر مع التحق مؤخرا ماذا عنده دوبة فونكشون وحاجة هكا ما يأثر شوية على تحريرات المنتخب خوصوصا أنه طروا جورنية تلعبوا طاو في الشامبينات كان يجي متابع المقابلات كيف كيف مش بشي هشرف على أجانب هام التحذيرات باش يكون عمور أخذيرها مع المحليين ما يأثر شوية ذي على المنتخب وعليش الشواء انه خيوتو يمشي معنا هذي كيف هي هاني بشن خاطبوه ما قعلش بارش وقت حقنا ش بدناه الموضوع ذي خطنا احنا ذكرناه قبل وقلنا وجي يكسبليكي معناه با مال دو فو وفما شكونا حتى ينوزون كريتيكي في الدسيزيون هذيه اليوم مناش بشن ناخذوا معناه بشن قاعدوا نقارنوا اليوم راهوا للغراند ناسيان دي راند بال حتى الهزة الشامبينات دي موند معناه دنمارك الانترنير متاحا معناه يخدم بالفاكاسيون معناه يريني في الليكيب ناسيونال وممتاع توتو لاندولاني عندو جامعية متاعه وهذي يراهوا ياسليم اليوم في الهندبال الموديرن ولي رشوفو فيه معناه سورتو في في الاوروب والعباد اللي تلعب في الجامعيات في الاوروب اه نعود نرجع لك الحكاية اللي سومانيا شايف ما عندكش معناه اذا كان عندك abolسيونال لبرا اللي هوماتوا البرا للبرا لديا سكله ب preferred معنى الجوارات اللي بر على ده اذا كان عليك بعض الابتالين معنى اللي لديك عشو برشا وقت بيش تلمه عنديك شبر لقط بستخدم معه دوق عندك لسبانيا شيف ا经يضة Not kalian جمعات. بار للا البريود متاع التحذير قبل لشيانس اذا كموم اللي يخدم فيهم. معناه هو معناه كينو المدرب في تونس الناخب الوطني كينو معناه في في سمي فاكنس. دونك هو الى اه 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 احكي معنا اه 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 كونو يحب يخدم خاتل الانترنور وقلتها وبرشة مرات قلت راو الانترنور كيجور الى بزوع. معناه نفهم اكلمك من متولا مفهمش من لعبية قادمية معناه نتبقهم مشور. هني جيت هني جيت هو براتيك ما راهو سني خرجة ما راهو طوى سي سي سات خوزي ما نيه معناها اه توني وفي المتابعة راهو فما شكون مختص في المتابعة راهو عمر الخضيرة مختص في المتابعة. والسيديات قاعدة تخلق له. قاعدة تمشي. بالنسبة للتحذير انت شبت على التحذير بالنسبة للبطول تفريقي هذيه. بغاتيك موين نغتي حتى اه اه سومانيا شيف مش يكون موجود معنا في اكتوبر. مبعد شو قعدوا لي ميني ستاج اللي هما بثلاثة ثلاثة يم ثلاثة يم ثلاثة يم شكونوا تحت اشراف عمر الخضيرة خاطفهم لسبة فيزيك اكثر منو معناه التكنيكو اه اه تكتيك ومبعد يعود يرجع في التحذير الكبير في موات دو ديسامبر ومبعد يكمل معنا حتى اللي توفى شامبيناد افريق بعد شامبيناد افريق بعد التيتل باذني للي كل حادث حديث وهذايا نحنا اه قلنا وفسارت وميسي لشنا عاود نقرر وفيها لكوتي فنانسي نسكو اللي زم هتعرف كما قال اسي مراد بارشة مرات تقرر ونحنا جامعة ولينا جامعة فكيرة برابور لزامبيسيون بتاعنا وبرابور لپارتيسيباشيون بتاعنا نحنا جامعة الوحيدة ونوه هنا بيليوم جامعة الوحيدة في تونس اللي تشارك في توت كمبيتشيون افريقين اي مونديال توت كاتيجوري كنفون دو سكس. ستة منتخبات. ستة مشاركات رسمية العامة. بالكادية للسينيور معنا عندك المونديال وشامبيونة دافريكة روشاي على بعضه معها لديفاليوشيون دو دينار حتى مش نخشو لنا نتخل في الكوتيه فينانسيه مع وسي حكم له هنا مع الديفاليوشيون والتي تتكلف والتي موكلفة اليوم لابريباريشيون موكلفة اليوم واللي نحنا في ديراسيون فكيرة نتمنى نتمنى كونها شامبيونة دافريكة هذية حتى ولو خليوا منها هتريف الفلوس بور ديفلوبي امتي بلو هندبالسا ديون دو باش نعاود اللمو عائلتنا لذوري مع شواننا باش نعاود للمو عائلتنا بتاكورة اليد هذي نخليه لنيدال الاخير بعد من السؤال متاعك. بي اه نجم نشوف عناصر سؤال في دو فولي اه نجم نشوف منعبية من المنتخب الوسط في المنتخب لو في الاسلاف جيه على الاقل وسؤال الفاني تتابعوا شوية هالمنتخب مصر شوفناه اه عمالة اجباية في الكاديو في جينيور يخوفش شوية مستقبل منتخب هذ. بي اه نجوبك على الجوبك على مصر قبل كل شي راو مصر زادة كيف كيف راو تعيش باق دي سيكل كيفنا نحنا معنا مصر جيت في بريود اللي هي نحنا ناس الخطرات تولي معناه هزت الكوب ديماند معناه جينيور مراه هزتها قبل في تسعة وتسعين معناه هذي كوب ديماند الثانية مصر راهو معناه عندها معناه كبيرا مصر معناه عنده نامبر دولي الليسانسي قد للشعب التونسي معناه هم ميت مليون عندما ديميل ولا وي مليون دوليسانسي معناه كتجي تشوف تلقى شي معناه انورم عندهم الانفرستركتور اللي هم تكل ما تمشي اي بلاسة تلقى الكلية الحربية اللي فيها السالات وفيه دانك عندهم لي موايان بور ترافايي لي موايان دولي تا نحنا ندينا برشة مرات بش الهندبال يكون انسبوغ دي تا معناه يكون معناه دانك اليوم مصر عنده دي سيكل كيبا نحنا زي دكونا عنه دي سيكل كنا نجبت لكلي كديري جونيور هزينا بطول تفريق 2012 هزينا بطول تفريق 2016 اه في الصغار في الليجون اه في السينيور في السينيور نحنا عنا عشرة القاب هزينا الفين وعشر الاخرين المعناه اللي تعالت ذكرهم العبيد الفين وعشر الفين واثناش مع بعضهم منهم واحدة في مصر وعودنا رجعنا هزينا الفين وثمانتاش دانك و وان شاء الله تكون الفين وعشرين هزي بالنسبة للجبيت اللي على مصر على الملاعبية دانك الملابية للأواسط نرجع لك لحكاية المتابعة من توني ومن عمر دانك وعمر كان معاهم في في المونديال بالنسبة لكادي والجونيور فمع عناسر معناه الفان تي جري اه ليكيب ناشونال اذاك عليش كيما قلت لك معناه حتى المينيستاج اللي بش نعملوهم في تونس بش كون فيه معدد كبير من اللاعبين المحليين وبش يقع معناه الاختيار على اللي يكون معناه متى عنده موتيفة شن بشي لبس المائة للبشي يحب يدافع على مريول تونس بشي حب يوري روحو بشي حب يهزك الكوب دافريك بشي حب يدخل في في تاريخ قرد ليدو تاريخ لبالما ريس متاع جواري تلي هزد دانك اذى بالنسبة للجواريت الجديدة دانك لازم فما دي ما فما إذن بما فما ان سانه فالي ادخل الانكيب بش ندخلوش في المونotonي بمنوتوني ما تتخلوش كيب يوجو في الانكيب منصر فيزم نكون فما كونكورنس النيدال الاخير والكلمة الاخرانية نقول ان شاء الله الفين وعشرين اه اه اتهزنا لتوكيو اه اه الجوزو المبيك وتعاود ترجع اكل الحب الكبير بتاع عائلة كورة اليد الكبيرة وترجع الجمهور متاح التقليدي وجيبنا جمهور جديد بين لها. بسرعة عائلة خير الكلمة كانت حب زيت حاجة. لا جيشت اه مضابين الناس كل كي ما قال سي حكيم و سي محسن تتكافف جهود متاع الدولة والشعب التونسي والعائلة الموصصة متاع كورة اليد التونسي. كل سواء لعبين سابقين ولا حاليين ولا رواسي جمعيات. نس كل نس كل ما بعضنا واعلميين وكل باش الوبجيكتيف متاعنا يتحق ان شاء الله اليوم مش رو الوبجيكتيف متاع الجامعة ولا متاع المدرب ولا متاع الملعبية. هو او بجيكتيف وطني خاطر اليوم باش تكون موجود في الالعاب دولمبيرا مش حاجة سيلا برشا كتشوف دربوا بلادك في الجزو الأولمبيك. سي حكيم. شكرا على الدعوة و كيف كيف نضم صوتي سواء مرور و سواء وليد يعني اللي دعوت نس كل باش نو تكاثف لجهود متاعنا باش نجحو يعني عنا يحنز حرز آخرين لعيوم عنا يحنز أعام 30 عام عنا عنا يحنز أعام عنا يحنز أعام المستكيف التي وقت في الدانسي معنا المؤسسات الخاصة والمؤسسات العمومية وإن شاء الله كما قال محسن وإن شاطروا الراي إن شاء الله هذي كيفاش قولوا عودة الروح 2020 قال التوفيق الحكيم كالعام معناها إن شاء الله تكون عودة الروح للكورة اليد وإشعاع متاحها في بلادنا وإشعاع بلادنا على المستوى الافريق وعلى المستوى العالم شكرا لك وشكر أخير للصحفيين اللي حضرهم شكر أخير للأنتيري متاحهم وإنا هبطت بستاتيو قلت معنا مشكر للصحفيين اللي حضروا للصحفي اللي عندهم أنتيري اللي كورت ليلة تونسي تكسح حسين محسن مرحبا بيك كيف كيف وليت عودة زميلنا وسيح حكيمة بن حمول إحنا متواصلين حتى للخمسة متى عشية بعد شوية يكون بحظينا كميل بن خليل ناطق رسمي السابق لنا للأفريقيا يكيد تخليوا تفاعلاتكم على الباج المتينكس بخصفهم سبور كنتحبوا تخليوا سؤالاتكم الكاميل بن خليل نرجع بعد شوية